إلينا خلدون البرغوثي الباحث في المختص في أشياءنا الإسرائيلي ينضم إلينا من رام الله أهلا بك سيد البرغوثي في تخطية التلفزيون العربي يعني يبدو أن إقامة الميناء البحري باتت قريبة كيف تنظر إسرائيل إلى هذا الموضوع خصوصا بعد تصريحات يو أف جالانت أنها تصب في خانة تقليص وتقييد وأنهاء حكم حماس نعم هم يريدون أولا موقعا تدخل منه المساعدات إلى قطاع غزة إسرائيل ربما تكون معنية بشكل كبير بهذا الأمر لأنه قد يساهم في فصل قطاع غزة تماما عن إسرائيل بمعنى أن يبقى القطاع تحت السيطرة الأمنية لكنه منفصل فيما يتعلق بحياة المدنيين فيما يتعلق بالعمال الفلسطينيين إخراج أو إخراج قطاع غزة عمليا من تحت المسؤولية الإسرائيلية باستثناء فرض حضور الأمن الإسرائيلي على القطاع وهذا ما كان يتحدث عنه المسؤولون الإسرائيليون وبذلك تتخلص إسرائيل من نوع أو من جزء من مسؤوليتها كقوة احتلال تجاه المدنيين الفلسطينيين لكنها تبقي على سيطرتها الأمنية على المواطنين هناك لذلك هذا يشكل نوع من رفع ألعب عن إسرائيل وفي الوقت نفسه المشروع كما وصف يوفر المتطلبات الأمنية الإسرائيلية من خلال تفتيش كل ما سيدخل قطاع غزة عبر هذا الميناء أو عبر هذه الآلية أيضا فيما يعنى بنعكاسي هذا الموضوع على الشارع الإسرائيلي رأينا منذ فترة بأن مستوطنين حاولوا منع دخول المساعدات من خلال معبر كرم أبو سالم هل من شأن وصول المساعدات البحرية وهذا التغير أقله في الجانب العملياتي لدخول المساعدات إلى غزة أن يترك أثره في الشارع الإسرائيلي يعني ربما يكون هناك لدى بعض المجموعات الإسرائيلية خاصة من ذوي الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة رفض لمثل هذه الفكرة لكن لن تتوفر لديهم الأليات لمنعها عندما كانوا يعترضون طريق الشاحنات تذهب إلى قطاع غزة بغض النظر عن أي معبر من المعابر بين إسرائيل والقطاع كانوا يتمكنون من ذلك وربما كان يتساوق معهم النظام السياسي في إسرائيل حتى أن إتمار بن جفير كان يتظاهر معهم ضد دخول هذه الشاحنات لأنهم يريدون استخدام الدعم الإنساني والتجويع في قطاع غزة كرافع الضغط من أجل الصقة ومن أجل إطلاق صراح الأسرى الإسرائيليين لكن بالمقابل الوضع الإنساني شديد السوء في قطاع غزة ربما هو الذي فرض على المجتمع الدولي وتحديدا الإدارة الأمريكية إلى بحث عن آلية لتقديم المساعدات إلى قطاع غزة لأن الأمر لم يعد محتملا وربما الانتقادات التي وجهت من قبل بايدن إلى طريق التعامل بن يمين نتنيه مع قطاع غزة تأتي أيضا في هذا السياق إسرائيل ربما أرادت استخدام الدعم أو المساعدات كرافع الضغط لكن العالم لم يعد يحتمل ذلك قد يخفف هذا الأمر عن الضغط على المقاومة في القطاع لكن هم أيضا يريدون خلق آلية في القطاع تتولى توزيع هذه المساعدات بدون أن تكون حماس لها صلة بالأمر وهذا كما يبدو حتى الآن من وجهة نظر الإسرائيلي صعب جدا لأنه رغم وجود الاحتلال في قطاع غزة إلى أن قدرة حماس كما يبدو من المنظور الإسرائيلي لا تزال قائمة على التحكم في بعض الأمور خاصة في هذه الجوانب اللوجستية وهنا السؤال عن هدف إسرائيل سيد خلدون إذا كان ملف وقضية إنهاء حماس عسكريا سياسيا فشل إلى حد اللحظة موضوع إنهاء دور حماس في المجتمع الفلسطيني في غزة فشل أيضا ما حققته إسرائيل إلى حد اللحظة وتدمير غزة جعلها مكانا غير قابلا للحياة ماذا هي أهداف إسرائيل المقبلة؟ ما الذي تريده الآن من استمرار الحرب؟ حتى الآن الأمور ليست واضحة بمعنى على المستوى السياسي نتنياهو يركز على أهداف الحرب القضاء على حركة حماس عسكريا وسلطويا واستعادة الأسرار الإسرائيليين وعدم بقاء قطاع غزة مصدرا للتهديد لإسرائيل لكن فعليا على الأرض هناك عقبات كبيرة خمسة شهور مرت منذ بداية الحرب ولم يحقق بن يمين نتنياهو الأهداف التي يسعى إليها عملية رفح كما يبدو حتى الآن من الصعب الشروع بها لأن الظروف على الأرض لم تتوفر لم يتم نقل أكثر من مليون فلسطيني مليون واربعمائة الفلسطيني من مدينة رفح إلى مواقع أخرى يوم أمس مسؤول إسرائيلي كان يتحدث عن أن الشروع بهذه العملية قد يبدأ قبل العملية بقليل ومع الشروع بالعملية وخلالها لكن هذا من الصعب تحققه حتى الآن خاصة مع دخول شهر رمضان ومع التحفظات الدولية ورفض بايدن كما شهدنا في تصريحاته بالأمس الشروع بهذه العملية دون على الأقل توفير هذه الشروط أيضا في المستوى العسكري الإسرائيلي هناك تحفظ على العملية في رافح رغم وضع الخطط والاستعداد لها يريدون عملية إخلاء ويريدون غطاء سياسي عبر التوافق مع مصر بشأن محور في لديلفي لأن دخول الجيش إلى هذا المحور قد يؤدي إلى صدام مع الجيش المصري وهذا يقلق الجيش الإسرائيلي لذلك هو طلب من المستوى السياسي توفير هذين الشرطين من أجل البدء بعملية رفح الأمور معقدة عملية خان يونس لم تنتهي حتى الآن وكما يبدو جيش الاحتلال يواجه صعوبة فيها حتى على مستوى الأنفاق يوم أمس أقر بأن هناك على حد أقصى 30% من الأنفاق تم الوصول إليها في مدينة خان يونس يعني أن 70% لا تزال عاملة العملية العسكرية المفترضة في وسط مخيمات وسط قطاع غزة أيضا لم تبدأ وهذا أيضا يشكل معضلة على التجبر إسرائيل على الاختيار إما رفح وإما وسط قطاع غزة في شمال غزة بين الحين والآخر تنفجر اشتباكات عنيفة وهذا يشير إلى أن إسرائيل لم تتمكن حتى الآن من فرض سيطرتها وهناك خسائر تقع في صفوف الجيش الإسرائيلي لذلك الأمور ليست كما كان يتوقع بالنسبة للإسرائيليين الأمور أعقد بكثير وهذا قد يؤثر على كل شكل المعركة الجانب المتعلق بالمساعدات الإنسانية بات ضروريا لأن هناك مجاعة حقيقية خاصة في شمال قطاع غزة وهذا الأمر لم يعد واضحا بالنسبة للعالم أو بات واضحا بالنسبة للعالم بأنه لا يمكن احتماله لذلك ذهبوا إلى هذا الخيار على الأقل وأيضا هذا يثبت عجز المجتمع الدولي عن فرض إرادته على إسرائيل مئات وربما ألاف الشاحنات تحمل المواد والمساعدات الإنسانية وتقف على حدود قطاع غزة لكن لم يتمكن أحد من فرض إرادته على إسرائيل بإدخال هذه المساعدات فاضطر العالم إلى بحث عن بدائل أخرى هذا يثبت وجهة نظر أن العالم يبقى عاجزا أمام إسرائيل رغم كل ما قامت به في قطاع غزة وكل ما تقوم به تجاه الفلسطينيين ككل هل ترى أن إسرائيل تنظر إلى الدعم الأمريكي على أنه دعم لن ينتهي مهما اختلف بايدن مع نتنياهو؟ المنظور الإسرائيلي بشأن الخلاف هو خلاف بين بايدن ونيتنياهو ليس خلاف بين الولايات المتحدة وإسرائيل بايدن في أزمة انتخابية والموقف الأمريكي من إسرائيل قد يدفع بايدن في هذه الانتخابات لذلك اضطر إلى توجيه انتقاداته بشكل مباشر إلى بنيمين نتنياهو وسياساته لكن فعليا لا يوجد أثر لهذه التهديدات لا يوجد منع لتصدير السلاح لم تهدد الولايات المتحدة باستخدام الدعم العسكري لإسرائيل كرافع الضغط عليها من أجل استجابة لها والمطالب الدولية لوقف الحرب على الأقل أو حتى للدخول في هدنة مؤقتة والذهاب باتجاه صفقة أسرة إذن الموقف الأمريكي هو الاستمرار في دعم إسرائيل الحرص على إسرائيل وكان ذلك واضحا في كلمات بايدن بأن نتنياهو يتسبب بالضرر لإسرائيل أكثر من الحصول أو تقديم المساعدة لها لذلك بايدن معني بمساعدة إسرائيل وإنقاذها من سياسة نتنياهو ليس أكثر الدعم العسكري سيستمر الدعم السياسي والديبلوماسي والغطاء السياسي الذي تقدم الولايات المتحدة لإسرائيل سيستمر ولكن القضية ربما فيها بعض الشخصة بين بايدن والثمن الذي قد يضطر لدفع انتخابيا بسبب مواقف بن يمين نتنياهو لذلك وجه انتقاداته مباشرة إلى نتنياهو وليس إلى إسرائيل كدولة شكرا جزيلا لك من رمال الله الصحف المختص بشأن الإسرائيلي خالدون